سافرت الفنانات الإماراتية أحلام بطائرتها الخاصة إلى الكويت لإحياء حفلة زفاف هناك غنت في الحفل وأسعدت المدعوين ولكن عندما أرادت العودة لبلادها أبلغتها السلطات الكويتية بأن عليها انتخضع لحجر صحي لثلاثة أيام في فندق فامتثلت أثناء الحاجر علمت بأن فنانا قطريا وصل إلى الكويت في يوم وصولها غنى وعاد إلى الدوحة ولم يخضع لحجر فأمسكت بالموبايل وظهرت بفيديو لايف إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد مش على الأحمد الله يحفظهم ليش أنا أحلام الإماراتية أنحجز وأنحجر ثلاثة أيام في حين أن معايا في نفس اليوم وصل الفنان فهد الكبيسي وقادر ثاني يوم بعد أتمنى أن هذه رسالتي توصل إلى وزير الدفاع وحتى طيارتي موجودة في المطار أنا يأتي على طيارة خاصة وهو جاء على طيارة ثانية يعني أنا ما راح أعرض أي أشخاص لأي خطر لو أنا لا سمح الله فيني شيء إذن أحلام أشارتي لأنه على الرغم من إجرائها فحص البي سي آر وعدم مغادرة الفندق والتي أقامت فيه تم منعها من السفر في حين لم يكن هناك عائق أمام الفنان القطري فهد الكبيسي الذي جاء وأحيا حفلته ثم غادر الكويت الكبيسي رد على كلام أحلام بالقول أنه أوفى بالإجراءات المطلوبة منه عند القدوم والمغادرة بكل بساطة أكيد الكل شاف الفيديو اللي نزلته الفنانة العزيزة والغالية أحلام وما بيني وبينها لك الخير اللي صار بالضبط أني أنا وصلت لكويت أطلبوا مني شهادة التطعيم وشهادة البي سي آر اختموا لي جوازي ودخلت يوم دخلت لكويت سويت بي سي آر في الكويت قبل الزواج وبعد ذلك رحت الزواج وخلصت وطلعت من الكويت اختموا لي جوازي وسفرت بكل بساطة يعني الكويت بلادي وقطار بلادي والخريج كلها بلادي وكلنا واحد والله إن شاء الله يعني يخلصنا من هذه الجائحة على خير هل يستحق الحجر الصحي مناشدة أمير البلاد وكبار المسؤولين في الدولة هذه بعض ردود الأفعال سارة ألدريس تقول أولا هذا ليس تخصص الأمير ولا ولي العهد ولن يتم الرد عليك ببرقية رسمية طبعا ثانيا لا علاقة للأمر بكيوم الكبيسي قطري وأنتي إماراتية كلنا واحد حساب يسمي نفسه استثناء يقول أنت محجورة في فندق خمس نجوم وبعد الحجر تنتظرك طيارتك الخاصة قولي الحمد لله وتركي الدلع الزايد غيرك له سنوات طويلة في سجن أو مرض وقاعد على السرير كلها ثلاثة أيام وترجعين حمد يقول تتكلمين في الموضوع كأنك المظلومة وتسببين تفريق لأنه قطري وأنا إماراتية وتخفين الحقيقة بأنك ما سويت إلغاء الحجر وتسببين فتنة كأنه مستقصدين وبالأخير أنت الغلطانة ومحد من الحكومة بلتفت لأنه حالة حال أي شخص فاطمة لديها تغريدة تقول أعوذ بالله من شر الفتن أكيد ليس هذا قصد الأحلام لأنها تعلم أن هذه الكويت بلد الإخاء وأميرنا الراحل وأميرنا الحالي وولي عهدنا والشعب ما يفرق بين أحد أحلام نتمنى أن يصل حسن نواياكي بالاستفسار لمغردين الفتن للرد على هذا الجدل أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تشكيل لجنة لجنة التحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطربا خليجيا دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتلقت الوزارة بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي واجر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على خلاف كثيرين ممن قضوا أيامهم في الحجر الصحي استمتعت أحلام أنا لو محل أحلام أستمتع بالحجر الصحي لأن هناك ملذة وطاب من الأطعمة والحلويات والتي أرسلها المعجبون لها تعبرا عن تعاطفهم معاه انظروا الله على الورد حلو الواحد يصبح وجد داما ورد يا حبيبة روحي اللي مرسلتني الغداء يانوس المعبوش مع هذا الشي ومع هذا الشي الله يذكر مني بالخير يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قلبي 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 شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها